ازاي ننقذ الشركة دي ازاي ننقذها مما فيه اولا الخطة بتقول المقدمة برضو من مجلس ادارة الشركة الحقيقة الصلب بتقول استمرارية العمل في خطوط الانتاج المختلفة دون توقف بالوضع الحالي للالات والمعدات بالحالة اللي هي فيها دلوقتي مع الاخذ في الاعتبار الصيانة الدورية اللازمة اتنين امداد الشركة بكمية لا تقل عن 700 طن يوميا وبانتظام من فحم الكوك الخشن من شركة الكوك لتشغيل الفردن العالي الرابع ومحول الاكسجين رقم واحد بدون توقف ونتخذ مع ذلك الاجراءات اللازمة والعاجلة عشان ندبر كمية من فحم الكوك الخشن ما تقلش عن 30 الف طن كرصيد استراتيجي عشان نعوض النقص في توردات شركة الكوك لضمان الاستمرارية في الانتاج وده له مردود اقتصادي كبير وتكلفة الفحم المقدمة هي كالاتي الكميات الموردة من شركة الكوك بقيمة 90 مليون جنيه شهرين اذا وقفنا عند السبعمية يعني الكميات اللي هيتم تدبيرها كمخزون استراتيجي من الكوك اللي هي 30 الف بقيمة 150 مليون جنيه سرعة طرح مناقصة لاستكمال الاعمال في غلاية المحول رقم 3 حيث تقدر هذه الاعمال بقيمة 80 مليون جنيه وحتستغرق في جدول من 6 ل 9 شهور لرفع القدرة الاستيعابية للزهر المنتج من الفرن العالي الرابع وهذه الخطة سوف تساعد في تخفيض الخسارة بنسبة 50% بالاضافة الى ذلك من المهم تحديث قطاع التلبيد وقطاع الافراد العالية وقطاع الصلب وكل ده مش هيحتاج الى اكثر من مليار جنيه فقط فقط مليار جنيه دي الخطة اللي طرحها مجلس الادارة يوم 11 واحد على نفس الجمعية العمومية بدلا من ان يناقشوا هذه الخطة خدوا قرار بالتصفية طيب لحساب مين ولمصلحة مين وباي حال نهدر قيمة اقتصادية بهذا الشكل مليار جنيه مليار جنيه انا لو باعتي كان فدان الشركة مقامة على مساحة تصل الى 3000 فدان الشركة بتمتلك مناجم واراضي في حيثة كتيرة جدا الشركة دي ممكن تجيب مليارات المليارات مش ما تسويش عشر اساخ زي بقول سيادتي وزير لا دي تجيب مليارات المليارات طيب مليار واحد هيحل ازمة شركة مرة اخرى بتوجه الى السيد الرئيس الحكم المرجع الاساسي يا سيادة الرئيس ابنائك في الحديد والصلب ينتظرون قرارك ابنائك لجوا اليك ووجهوا اليك النداء بانقاذ هذه الشركة العظيمة لو الشركة دي ما فياش امل دي حاجة تانية لكن مجلس الادارة نفسه بيقدم خطة للاصلاح وانا احنا نقب بيها في محاولة للعرقلة واجهات الشركة زي ما بيحصل النهاردة بيحصل في الاسمدة بيحصل في الشرقية الدخان بيحصل في كفر الدوار بيحصل في اسكندرية في الالمونيوم في محاولة في محاولة لإحداث خسائر وتصفيتها طيب فاندي من الازمة الحقيقية بدأت ازاي مع زيادة اسعار الغاز ومع زيادة اسعار الكهرباء كل ده انعكس في بعض الشركات بتدفع مع ان الحديث صلب لها دور خدمي لا يمكن انكاره